مرت الثلاث سنوات من دكتراحي الرئيس نيشي جنبين مبادرة الحزام والطريق حتى الآن ومازال من التفاصيل في تقليد التاريخ منذ عام 2013 شارك أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية في مبادرة الحزام والطريق وقد وقعت الصين اتفاقيات مع أكثر من ثلاثين دولة على طول الحزام الاقتصادي في مجال بناء البنية التحتية والقدرة الصناعية والأيد العاملة هذا وقد اثثمرت الصين ما يقرب من ستة وعشرين مليار دولار أمريكي في كازاخستان علاوة على ذلك فإن الصين قدمت لقرغزستان مساعدات اقتصادية بمخدار نصف مليار دولار لتطوير مشروع نصفات النفط وجدير بالذكرى أن الصين وفرت أكثر من سبعين ألف وظيفة جديدة للدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي